اشتركوا في القناة معايا نسخ كتاب المعاصر وكتاب الجيم وكتاب الجيم كل youtube هشرح فيه وحل التدريبات اللي موجوده عليه كاملة يعني إحنا عندنا الوحدة وليكن فيها خمس دروس هنشرح في كل فيديو درس في كل فيديو درس والدرس طبعا الرابع والخامس بنشرحه مع بعض وفي الآخر خالص هنحل التدريبات العامة اللي بتكون موجودة على الوحدة في فيديو يا تمام؟ تمام عشان تبقى عارف بتعرف منين الفيديو ده بيتكلم عن ايه؟ من خلال العنوان تقدر تعرف الفيديو ده درس النهو في الوحدة أنهي بالزبط كمان كل الفيديوهات هحطالك في قائمة تشغيل الصف الخامس الابتدائي عشرين خمسة وعشرين ترمة أول بتكون موجودة على القناة مترتبة عشان لو انت تلغبطت ولا حاجة سنة خمسة الحلوين اللي تابع كتاب المعاصر هتتابع معايا الفيديو دلوقتي الدرس الأول في الوحدة الأولى دي شكل النسخة الجديدة يا ولاد اللي موجودة معاكم عشرين خمسة وعشرين ترمة أول تعالى كده نشوف عندنا كم واحدة طبعا شكل الكتاب زي ما انتم شايفينها نشوف بقى عندنا كم واحدة طبعا عندنا السنة دي ست وحدات زي كل تير ست وحدات وهنا برضو ست وحدات نبدأ على طول كده الجزء الأولين أنا بستكشف نفسي جاية بعنوان يامس جاية بعنوان يعني ايه نحن نزرع طعامنا دي سنة خمسة الليسة ما نشتراكش في القناة وفعل زر الجرس ياريت يشترك حين وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد يا سنة خمسة شارك الفيديو ده معا زقائك عشان هما كمان يستقيدوا وده هيدعمنا جدا أي استفسار عن طريق صفحة الفيسبوك مس أسماء ياسر هتلاقيا تحت في الوصف أو الدرس الأولاني يتكلم عن أي يا مس؟ طبعا هنشرح الدرس الأولاني لحل التدريبات الخاصة به ده اللي هنعمله في الفيديو بتاع النهار جاية بعنوان foods الأطعمة and drinks والمشروبات foods يعني أطعمة drinks يعني مشروبات foods and drinks يعني الأطعمة والمشروبات تعالي نشوف كده سريعا الكيفوكاب بتاعتي أو المفردات الرئيسية عندي أول حاجة يا ولات full يعني اللي بيت افترمي أي كلمة قولها بقى تقولها ورايا عشان تساهل على نفسك النطق full يعني beans 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 full يعني beans beans بيض eggs 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 gather يعني carrots 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 gather ده بنحطه في السلد وبنحطه كمان إيه والقراني بيتاكله اللي هي الرابط carrots carrots gather يعني carrots بصل يعني onions onions اللي بيت افترمي أي سنة خمسة onions 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 غوز الهند يعني coconuts 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 اللي بيت افترمي coconuts coconuts غوز الهند يعني coconuts طيب شوكولاتة يعني chocolate 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 شوكولاتة يعني chocolate 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 ليمون يعني lemons 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 ناس pineapples يبيت افترمي يالله pineapples 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 ليمون حامض او اخضر يعني limes 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 ecstra vocab يعني مفردات اضافية مفضل يعني favorite favorite اللي بيت افترمي يقول وراي يلا favorite 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 دجاج يعني chicken 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 mango يعني mango 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 عصير ليمون lemonade 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 صحي يعني healthy 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 غير صحي unhealthy 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 اناء او وعاء يعني pot 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 طازق يعني fresh 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 يشرب او مشروب drink 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 ده بالنسبة لكيسترا فوكال طيب الكونجيكيشن of verbes مهمة جدا جدا ولازم تتزاكل عشان تسهل عليك الدنيا عندي حاجة اسمها regular اللي هي الافعال المنتظمة irregular افعال غير منتظمة الافعال المنتظمة الافعال المنتظمة بنضيف فيها الدي والأدي والآي ادي الافعال الرجلر غير منتظمة بتحفظ كما هي نبدأ على طول بالبريزنت اللي هو المضارع وبيجي منه كمان ايه الباست اللي هو الماضي اول حاجة فعل collect يعني يجمع الماضي منه دفناله ايه دي بقى collected collect collected collect collected ربيت افتر بيه يزرع يعني plant الماضي منه planted plant planted plant planted يحب يعني love الماضي منه loved love loved love loved pick يعني يقطف الماضي منه picked big 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 طيب الافعال الرجلر غير منتظمة يا miss grow ينمو او يزرع الماضي منه grew grow grew grow grow sell يعني يبيع الماضي منه sold sell sold sell sold sell sold buy يعني اشتري الماضي منه bought buy bought buy bought buy bought buy bought buy bought تعالوا نكمل يا سنة خمس وصلنا لي تعبيراتها important expressions تعبيرات and prepositions وحروف جرهمة في السوق يعني ايه add the market add the market بيتفترمي يلا add the market add the market add the market يعني في السوق add the market هذا سهل that's easy that's easy that's easy that's easy في الحديقة in the garden in the garden in the garden it's okay too زائد المصدر يعني لا بأس ان زائد مصدر الفعل مصدر الفعل ده يا ولاد انه هو الفعل بدون اضافات يعني الفعل اللي متضاف له اس ولا اس ولا اي اس ولا اي اس الفعل مش متضاف له لا دي ولا اي دي ولا اي اي دي ولا هو فعل شاز فعل في المصدر يعني الفعل في حالته الأصلية تعالوا ما اديك مثال الفعل مثلا pick and pick any film فعل في المصدر pick يعني الفعل ده في المصدر يعني مش متضاف له اي دي طيب buy buy or put no buy buy بود فعل شاز في الماضي يبقى فعل في المصدر الفعل بدون اضافات الفعل في حالته الأصلية يبقى it's okay too بيجي بعدها مصدر الفعل خليك فكر حاجة زائدية سنة 5 بعد كده عندي main points نقاط هامة on listening and reading this على نصوص الاستماع والقراءة الطوبيك بتاعي او الموضوع بتاعي و guiding words اللي هي الكلمات الإرشادية والsenses اللي الجمل النصوص النقاط الهامة اللي موجودة على نصوص الاستماع والقراءة دي يا أولاد بتعرفنا الموضوع بتاعي النهاردة بتكلم عن ايه موضوع النهاردة بتكلم عن فريده's favorite food طعام فريدة المفضل فريده's favorite food فريده's favorite food طعام فريدة المفضل أول حاجة كلمة favorite يعني مفضل فريده's favorite food طعام فريدة المفضل إذ الشوكلت هو الشوكولاتة unhealthy يعني غير صحي chocolate is unhealthy if you eat a lot الشوكولاتة دي بتكون غير صحية لو انت كلت كتير chicken يعني فراغ فريدة likes chicken فريدة بتحب chicken and fish والسمك tree يعني شجر و garden حديقة فريدة's family عيلة فريدة have mango tree عندها شجرة مانجا in their garden في حديقتهم grow يعني ينمو أو يزرع onions يع بصل فريده's uncle عم فريدة grows بيزرع onions and potatoes بصل وبطاطس collect يجمع وسيل ايه يبيع فريدة's uncle عم فريدة collect's بيجمع fresh eggs البيض الطازج and sales them وبيبيعوا at the market في السوق خليك فاكر حاجة زي دي بعد كده عندي ايه بعد كده زي ما انت شايفين كوز على الفوكابوس بقى يا سنة خمسة بعد ما تذكر المفردات كواس جدا جدا اللي احنا الساكرينها تقدر تحل الكوز ده من تسول ايه ده يا مس يعني انا او ما زكرتش المفردات ما عافش حل التمرين ده ما تعافش تحله وما تجربش انك تحل زاكرت تعرف تحل وما زاكرت مش تضعف تحل تعالي نشوف التمرين بيقول ايه نقط is my favorite healthy fruit هي فاجهتي منفضلة الصحية pineapple اللي هو الاناس ملك لبت شوكولات شوكولاتة انا ناس المزارع نقط onions and potatoes بيعمل ايه في البصل والبطاطس روز ولا روز ولا جروز اي باي فريش فيجيتابولز انا باش تتري الخضرات الطازجة اذا ماركت من السوق نقط is delicious هو طعمه ايه لذيذ لكن مش صحي يبقى ايه ليم لايمون شوكولاتة طبعا شوكولاتة بس مش صحية رابطs favorite food طعام الاراني بالمفضل اذ carrots زي ريس احنا بنربي الفراخت عشان نحصل على فريش ايه ايجز على بيد طازج كل يوم ايجز ايجز انا بعمل ايه في الفطار بيد باكل بيد و ايه وبينز اكلام بونز ها ولا بولز ولا بينز فول فول حالو مكمل يا سنة خمسة وصلنا للليسنينج الاستماع الريدنج والقراءة الاستماع والايه والقراءة هنا بيقولك استمع واقرأ هل فريدة تعتقد ان الشوكولاتة دي صحية؟ تعال نشوف البنت دي بتكلم البنوتة دي فبتقولها ايه ما طعامك المفضل يا فريدة؟ هتلاها ذاتس ايزي دي حاجة سهلة جدا الشوكولاتة هي طعامي المفضل هتلاها مام انا كمان بحب الشوكولاتة بس انا شايفة كده ان الشوكولاتة دي مش صحية ليس كذلك؟ مش فعلا مش صحية اتلاقي بقى اتلاقي بقى اعتقد كده ان لا بأس من تناول ان التكلي منها حبة صغيرين بات يس لكن فعلا اتلاقي بقى اتلاقي بقى فعلا هي مش صحية لو انت كلتي منها الكثير بعد كده اتلاقي ايه ما هي طعامك الصحي المفضل قلت لها اوه انا بحب الفراخ ويحب السمك لكن طعامي المفضل هو المانجو نحن لدينا شجرة مانجا في الحقيقة قالت لها ايه انا بحب المانجا ايضا نحن لدينا شجرة مانجا لدينا شجرة ليمون اللي هو الليمون الاخضر والليمون اللي هو الليمون الاصفر اتلاقي بقى ماي انكل عمي بيزرع البصل والبطاطس وعنده فراخ ايضا هو بيجمع البيض الطازج كل يوم احيانا هو بيبيع البيض ده بالنسبة لنص القراءة والاستماعية سنة 5 وصلنا لحاجة اسمها language functions ايه القاعدة بتاعت النهار تعالوا نشوف to ask about someone's favorite food لو انت عايز تسأل حد عن الطعام المفضل بتاعه هتقوله ايه هتقوله ما هو طعامك المفضل what's your favorite food what's your favorite food يعني ما هو طعامك المفضل what's your favorite food هترد عليه مثلا واللي يكون طعام المفضل فراخ it's chicken يبقى اول حاجة عشان نسأل حد طعامه مفضل اقوله what's your favorite food what's your favorite food الاجابة هتكون it's chicken it's meat لحمة it's fish حد مثلا بيحب اي حاجة ممكن نقول it's زي قدر حاجة اللي بيحبها هنا look اقرأ and read انظر واقرأ and identify وتعرف بقولك how we grow lemons كيف نزرع الليمون بصوا يا جماعة اللي عايز كده يزرع الليمون هيعمل الخطوات اللي انا هقوله عليها دلوقتي بالظبط اول حاجة انت هجيب اناء زي اللي في الصورة ده كده بالظبط هتعمل ايه the girl اللي هي البنت اللي قدامك دي is planting بتزرع a lemon seed البزور بتاعت او البزرة بتاعت الليمون in a pot في اناء يبقى اول حاجة هتجيب بزرة بتاعت الليمون بتاعت الليمون اللي هي lemon seed in a pot في اناء طب ماشي ادي اول حاجة تاني حاجة the lemon اللي هي الليمونة دي is starting to grow مع الوقت لما تيجي ترويها هتبدأ بقى تطلع زي ما انت شايفين كده على هيئة ايه شجرة حلو بعدين some flowers بعد الظهور are growing هتنمو زي في الشجرة كده بعد بفترة هتبدأ تنمو زهور there are lemons on the tree وهتبدأ تشوف ليمون اخضر على الشجرة بعد كده the girl is picking the lemons وبعدين البنت هتبدأ تقطف الليمون ده اخر حاجة خالص she is making lemonade وهتبدأ تعمل لهم عصير ايه عصير ليمون لو انشيت على الخطوات دي هتبدأ تزرع ايه ليمون تعالوا نكمل وصلنا يا سنة خامسة الامتحان اللي موجودة او التدريبات اللي موجودة على lesson one لو انت لسه مشتركش في كناة وفعلت الزر الجرس انزل اشترك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد زي ما احنا تعودين بيبقى عندنا نص استماع كده في الاول وانا بقرأ نص الاستماع يا ولاد تقدروا ايه تحلوا على طول دونيا وصارا مالهم دونيا وصارا مالهم دونيا وصارا مالهم دونيا وصارا مالهم زي لايك هما بيحبوا different kinds of food جميل دونيا's favorite food طعام دونيا المفضل مالها chocolate لكن chocolate is unhealthy لكن الشوكولاتة دي غير صحية هي لايك هي كمان بتحب chicken fish السمك والفراغ and rice والرز بعد كده سارا like favorite fruits and vegetables سارا بتحب الفواكه وال vegetables اللي هي الخضروات سارا's favorite fruit فاكهتها المفضلة is mango بعد كده mango is healthy المنجا دي بتكون صحية sara and dunya مالهم have dinner together بيتعشوا مع بعض on fridays في ايام الجمعة ما عودين نفسهم كل جمعة بيتعشوا مع بعض بعد كده نختار الاجابات الصحيحة choose the correct answer my mom bought fresh ومم تشتريت اي طازج to make us delicious عشان تعملنا عصير ليموني بقى اشتريت ليمونز the farmer the farmer اللي هون مزارع نقط and sell them وبيبيعوا في السوق collect بيجمعوا it's not if you eat a lot of chocolate مش من الصحي انك تاكل ايه it's unhealthy لو انت كالت الكثير من الشوكولات my uncle عمي او خالي planted an apple بيزرع tree شجر التفاح في الحديقة بتاعته هنختار من الكلمات المساعدة اللي قدامنا دي من حل my uncle علي عمي علي has a nice garden عنده حديقة لطيفة he has many trees عنده اشجار كتير he grows بيزرع اول حاجة كده بيزرع بتاعت الليمون in about then بتبدأ هنقول بتبدأ بتبدأ في النمو بعد كده الزهار بتطلع there are lemons على الشجرة my uncle بيعمل ايه بيقطف الليمون ده عشان يعملنا عصير ليمون طازق تعال نكتب الكلمات حل اللي ظهر قدامنا يا سنة خمس انا هرتب لكم واحد اثنين ثلاثة يعوان تشريه لكن انت في البيت اكتب جمل مالو بيبيع البصل فين ياولاد في السوق i like انا احب fish and اتش اكتب بحب بيسئل السمك والدقائق he مالو هو بيجمع fresh eggs البيض الطازج everyday كل يوم we grow احنا بنزرع mangoes المانجا in our garden في الحديقة هنقرأ القطعة اللي قدامكم دي ونبدأ نحلة على طول التدريبات ماي نيمز دينا انا اسمي دينا في سنة خمسة زيكو كده بتحب الطعام الصحي بساعد مامتي في المطبخ بيحب الشوكولاتة انا كمان بحب الشوكولاتة but i don't eat a lot لكن ما باكلش منها كتير chocolate is delicious but it isn't healthy هي لذيذة جدا الشوكولاتة بس مش صحية on the weekend في الاجازة we visit our uncle بنزرع عمنا he grows trees in heath garden هو زارع شجار في الحديقة بتاعته he has lemon tree عند شجرة ليمون and a lime tree وشجرة ليمون حمد my uncle shows me a beautiful mango tree ووريني شجرة مانجا جميلة حاجة شيكة جدا my cousins ولد عمي always have fresh fruits عندهم دايما فاكهة طازة and vegetables وخضروات from the garden من الحديقة i like playing with my cousins بحب العب مع ولاد عمي in the garden في الحديقة and helping my uncle وساعد عمي dina's brother the underline word كلمة تحتها خط is the opposite of عكس كلمة a ugly جميل عكسها قبيح what does dina do on the weekend dina بتعمل ايه في ال weekend اهو on the weekend مالها we visit our uncle يبقى دي اجابة السؤال رقم 3 نكتبه طبعا تحت هنقول on the weekend dina بتزور مين يعني نكتب هنا dina on the weekend dina بتزور مين بتزور عمها dina visit ancle what does dina like doing with her cousins بتعمل ايه مع ولادة عمها قالت i like playing with my cousins in the garden بتلعب معهم في الحديقة دي اجابة السؤال رقم 4 بعد كده هنقول عالي a capital عشان ده اسم وفي الاخر هنحط ايه اولاد نقطة لان دي جملة عادية your favorite food طعامك المفضل كتب نسبنا في الاول مسافة بدأنا بحارف your favorite food يعني طعامك المفضل there are healthy food and unhealthy food في طعام صحي وطعام غير صحي i like to eat chocolate but it is unhealthy لكن دي غير صحية i can't eat a lot of it وانا ما بقولش لا اسطيع ان اكلت كتير منها my favorite healthy food لكن طعامي الصحي المفضل is fish fish is very good for our bodies هو كويس جدا لأجسامنا بكده خلصنا يا سنة خمسة الدرس الاول في الوحدة الاولى في كتاب المعاصر لسه مش روكش في قناة وفعل زر جرس يليس شرك حانا وفعل زر جرس عشان وصلوا لكل جديد بتمنى لكم متوفق جميعا يا سنة خمسة وستنوا الفيديو الجاية ان شاء الله الدرس التاني اي حاجة محتاج اي حد محتاج اي استفسار عن طريق صفحة الفيسبوك مس اسمائيس هتلاقى تحت في الوصف ان شاء الله ربنا يكرمنا الترمي ده وكلنا نكتاد ونذاكر كده ويبقى مستوان احسن كانت معاكم مس اسمائيس اشتركوا في القناة